السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم في حلقة جديدة من حلقتنا على قناة كوناشتة دمنهوري يوتيوب وعلى صحياتنا في الفيسبوك كوناشتة دمنهوري واليوم بنتكلم على موضوع خطير جدا وهو طريق النجاح وانت بتفكر في اهدافك اللي انت عايز تحققها في كل الاحوال تضع لك خطوات او ستيب عشان توصل لهذا الهدف اي انت عندك بيكون فيه نمطين نمط بيكون انسان ثابت لا يريد ان يغير قناعاته اللي هو ماشي عليها يعني في وصل للهدف يعني وده بيبعمل زي المعادلة السفرية الخطية السفرية الدلة الخطية بحيث انه خياله وروحه وعقله بيوبه سفر لانه مفيش تنمية لأي حاجة بيظل ثابت على شيء معي في المقابل فيه شخص تاني مرن بيحاول ويحاول ويحاول وفي وسط هزي المحاولات يكون فيه نقطة جديدة وفيه مرونة وفيه تكنيك وفيه تغيير الخطط لغاية لما يصل الى الهدف بتاعه اللي بيحصل الفرق ما بين اللي هو الانسان اللي ماشي على نظام الدلة السفرية وعلى الانسان اللي عنده مرونة كالتالي اللي بيحصل انه في محاولاته المتعددة للوصول الهدف وقد تصل الى خمسين ستين مية تمام في هذا الامر يجعل لهم قوة التحكم في نفسه وبالتالي تزيد من تقوية ملكة العقل يستطيع من خلالها ان يوازن جيدا بين الامور وبذقة وبالتالي فهو يحيى منظمة ذات هدف معه هو دا اللي احنا هنكمل بقية الفيديو عليه ايه يا التمرين اللي يستطيع من خلال هذا الرجل المر اللي احنا تكلمنا عليه ان يصل الى تحقيق الهدف تابعونا معانا رغاية اخرى التمرين الاول وهو ان انت لازم تقضي ساعة كاملة بدون ان تتكلم سوى ان انت تجيب اجابات مختصرة على الحديث الذي يدار معك في المقابل لا تشعر الناس اللي معاك بانه فيه ارهاق او انه فيه غضب او ان انت متضايق من هذا الامر كذلك لا تستدرك المحدثك الى اسئلة اخرى ولذلك عمر بن الخطاب الخليفة الثانية العادل رضوان الله عليه يقول هذا اوردني المهالك درب نفسك ساعة ما تتكلمش الا في المفيد وما تجيبش التابعين التاني وان انت تفكر فيه موضوع تفكير مركز في الموضوع واحد ده نصف ساعة والامر يكون بالتدريج يعني الامر ده لابد ان يكون بالتدريج ما بين خمس دقايق الى خمس دقائق الى نصف ساعة طيب الفكرة هنا ايه الفكرة ان انت بتضرب عقلك على عدم الشهود بتضرب ان انت تكون ممتلك خيالاتك والهواجس بتاعتك تكون طوع نفسك هواجس اعصابك تكون ساكنة هذا الامر يتم من خلال صلاتك صلاتك لو ما فيهاش شرود لو ما فيهاش ساخو لو ما فيهاش وسوسة نفسية فانت كده بتضرب نفسك في التركيز في موضوع وبالتالي الامر هنا يكون ايه انه الخمس فرود بيتم من خلالهم التركيز في قضية العبودية العبودية للخالق تمام وبالتالي انت الان في عدم موجود التالت اشياء اللي قلنا عليهم دولة اللي هو لا سخ لا وسوسة لا شرود يكون عندك في المقابل ذاكرة قوية ارادة نفدة عزمة جبارة وده اللي كان بتبتع بيه الصلاة في الصالح تمام كده ولذلك مصداق النبي صلى الله عليه وسلم ان هم كانوا يشعرون بالراحة لا يشعرون بالراحة الا في الصلاة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال قديك انت صغير كده في النقطة دي انه الدكتور عبدالكريم بكر وامن كتب فيه التنمية البشرية كتب متعددة وكثيرة اذا بحثت عنه عن الت هتلاقي في كتاب اسمه التفكير الموضوع وطبعا لا والله مش فوق ده موجود في الضحة المهم هتلاقي موجود ويتكلم هنا في نقطة معينة ان انت لما تقرى ساعة لما تقرى ساعة حاول حضرتك ان انت تستريح وتبدأ تسترجع مع قرأته تلت ساعة يعني تفكر في اللي انت قرده تلت ساعة ده برضو بيخليلك قدرة على ان انت المحاكمة العقلية على النقط على التخزين وعلى الامتصاص الفكري اذا نص ساعة تفكير بتركيز فيه موضوع واحد التمرين التالت في التالت ان انت تكتب رسالة بدون ان تذكر ضمائر المتكلم والمخاطة بحروف الملكية ولا هتشعر من يتلقى الرسالة بوجود نوع من الغرابة هكذا الامر هيفيدك فيه انه يعمل نوع من تدريب العقل على التكيف كما يريد الانسان وقال لا يقف الانسان عندما نطلب منه شيئا اخر ولا يلتزم طريقا واحدا ولا تعبير واحد وممكن في سبيل هذا الامر ان انت تتكلم مثلا 15 دقيقة دون ان يكون هناك ذكر لضمير حروف الملكية او ضمير المخاطب او المتكلم التمرين الرابع ان حضرتك تكتب رسالة بلهجة ناجحة تخرج من طور السلبية وتكتب الرسالة فيها نوع من البساطة فيها نوع من مشاعر الفرح وهذا يقودك الرزلط الى الايجابية فالتفاؤل فالحياة الباسمة والمشركة تمرين رقم خامسة اللي هو ان انا لابد ان افكر في كل الاحتمالات عندما اكون في طريق الى انجاز شيء معين ولازم اعرف ان كل شيء ليه قدته واديك مثال ان الفرنسيين في الحرب العالمية التانية كانوا عاملين تحصناتهم مع حاجاتهم كلها ضد الالمان انه الالمان مش هيوزوا فرنسا من خط ماجينو ولم يضعوا في الاعتبار وفي الاحتمالات عبور الالمان من بلجيكا فالمانيا اخترقت بلجيكا ونزلت في فرنسا خلال طالت اربع ساعات كانوا محتلنا فالفكرة ان انت لازم تفكر في كل الاحتمالات وتفكر بان انت تطلب الشيء بهزية نفس وتطلب الشيء بكرامة وتعلو فوق الناس المقابلاتية والمنفسينين تمام ابعد خلي دايما روحك تسمو فوق البشر دور حتوصل وتحقق هذا فكرة التمرين رقم ستة وفي ستة ان انت لازم تتدرب على اللي انت عايزه لان حضرتك ممكن يكون عندك موهبة مدفونة والتدريب والمرانة والمتابرة في هذا الامر يستطيع ان يخرج منك من اعمائكك الموهبة اللي انت عايزها قديما كان فيه احد اطباء زعماء الطب اللي الطبيعي وهو مولر مولر ده كان يتمتع بجسم ولد بجسم ضعيف جدا والاطباء تنبأه بموته ووفاته هو يقول ان انا استطعت من خلال الصبر والمصابرة طبعا هو ربك اللي كتب له يعني تمام والاستمرار في هذا الامر الى ان انا اصبحت اتمتع بصحة قوية وببنيان قوي الرجل ده توفى عن متجاوز سن التسعين وهو كان يتميز بجسم وبنيان قوي اذا افعل ما تريد تدرب على ما تريد سبعة رحب بالمشاكل يا بلد رحب بالمشاكل ما تهربش منها انت خل المشاكل رنوية تهرب منك التمليل التامن هو انت لازم تكون صحتك مية مية جسمانك قوي لازم يعني زي انت هتحمل والضغطات والصعبات ان انت بتعيشها في هذا الوقت وبالتالي في 15 دقيقة قبل الفطور تدربات رياضية تمرنات رياضية مشاية عندك حوالين الشارع بتاعك متستحيش انزل متتكسفش الناس شايفتك بتعمل حاجة دي خلي الناس تولي متشغلش بالك بالناس انت اهم حاجة صحتة وبالتالي فيه طبيب اسمه دادلي دادلي ده كان مساعد ازن هورد اللي هو كان مسك امريكا ايام حرب السويس تمام ومعروف طبعا هو في الحرب العلماء التانية من الجرمالات الكبار يعني الرجل ده كان رحال وكان بيركب الدرجات وكان متجاوز 75 سنة وكل الفكرة عنده انه هو كان بيمارس الرياضة لمدة 15 دقيقة في الصباح فقط لا غير هتشلك القلق النفسي هتشلك التوتر العصب اجرب وبقولي الكلام ده في الكومنتات التمرين الاخير رقم 9 دعي الامور تجري كما تشاء الطمع المادي الحرص على الاشياء طرق الاشراك الروحي اللي هي القوة النفس لزة الطمأنينة الكلام ده لا يأتي الا من خلال ارحنا بها يا بلال صلاتك صلاتك مهمة جدا 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 لان هي بتعمل البلانس ما بين ان انت تكون حريص على الاشياء وممكن تفقد هذه الاشياء لكن لكن اياك ان يكون في فقدان للاشراك الروحي اللي هو بيديك الطاقة الاجابية دي كانوا تسح تمرين ان شاء الله تعملهم يكون طريقك ان شاء الله كل نجاح وتوصل الاهداف المرسومة اللي انت احتتك تابعونا بقى على الفيديوهات بتاعتنا لايك وشير وكومنت وشاركونا على قناة اليوتيوب وعلى صفحتنا في كناشة الضمنهوري وشوفكو على خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة